أفاد بيان وزارة الداخلية أنه في طار جهود ملاحقة العناصر الإرهابية التي تسهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة تم استداف إحدى المزارع بشمال سيناء في منطقة بئر العبد حيث توفرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وقد أوضح البيان أنه بناء على تلك المعلومات تم استداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أصفر عن مقتل أربعة عشر عنصرا بالمزارع المشار إليها والعثور بحوزاتهم على ثلاث عشرة قطعة سلاح ألي وثلاث عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي فضلا عن مقتل سبعة عناصر بالمنزل المشار إليه وبحوزاتهم أربعة قطعة سلاح ألي وعبواتين متفجرتين وحزام ناسف وأصفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية أثناء التعامل وتم انتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في هذا الحادث